بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الخامس من الدرس الرابع معنا الآن مصفوفة نريد أن نوجد معكوسها باستخدام طريقة جاوس جوردان للحذف في البداية نقوم بعمل المصفوفة الموسعة بوضع المصفوفة A على اليسار والمصفوفة I من نفس المقاس على اليمين كما يظهر أمامنا ننظر إلى العنصر الأول leading one نجده واحد جاهز نستخدمه في تصفير العنصرين ثلاثة وسالب اثنين فنضرب الصفة الأول في سالب ثلاثة ونجمع النتج على الصفة الثاني تتحول ثلاثة إلى صفر ثم نضرب الصفة الأول مرة أخرى في اثنين وهي المعقوس الجامعي لسالب اثنين ونجمع النتج على الصفة الثالث فنحول سالب اثنين إلى صفر الآن لو نظرنا إلى المصفوفة الموسعة في الجزء الأيصر الخاص بمصفوفة المعاملات لو وجدنا هنا سالب سبعة تحتها موجب سبعة نفس المقدار بعكس الإشارة هنا اثنان تحتها سالب اثنان نفس المقدار بعكس الإشارة فإذا جمعنا الصف الثاني إلى الصف الثالث لو وجدنا أن الصف الثالث في مصفوفة المعاملات هو الجزء الأيصر من المصفوفة الموسعة تحول إلى أصفار وهذه هي علامة أن هذه المصفوفة ليس لها معقوس إذن المصفوفة A is a singular matrix أي ليس لها معقوس